اشتركوا في القناة على سيد من خلق وصفوة من اصطفى وعلى أهل بيته محال لمعرفة الله وسدنة رسالته وموضع هدايته وبعد فماذا لو أن إنسان القرون الذاهبة لم يترك لنا أثرا من نقوش أو رسوم أو كتابة وكيف لنا أن نعرف عنه أشياء كالتي عرفناها من خلال آثاره الباقية ماذا لو أن الفكرة الإنسانية القديمة لم يدون كيف لنا أن نعرف عنه أشياء كالتي عرفناها في المدونات والمخطوطات التي وصلتنا ماذا لو أن جهة وحيدة أخذت على عاتقها مهمة النقل والتدوين هل سيسلم نقلها وتدوينها من نوازع نفوس أصحابها وأهوائهم وأمزجتهم وأيديولوجياتهم لا سيما في ظل احتراب عنصري أو قومي أو طائفي أو ديني أو نحو ذلك هذه التساؤلات ونحوها تضعنا أمام خطورة اللاتدوين مثل ما توقفنا على خطورة التدوين المضاد للحقيقة من هنا كان لابد من خيار التدوين لكل شيء رافق تلك اللحظة الفارقة من عمر الزمن المعاصر والتي أعادت للبلاد كينونتها ولإنسانها إنسانيته وأعني لحظة فتوى الدفاع الكفائي التي صدحت بها حنجرة المرجعية العليا ذلك التدوين أراد له سماحة السيد المتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة السيد أحمد الصافي أن يصون الصحائفة التي أرخت لمرحلة الفتوى من عبث أياد الزمان والأقلام المجورة التي بها تنحرف الحقائق وتنقلب الموازين وتغيب المزداقية كما نص في كلمته التي قدم بها لسفر الموسوعة الخالد لقد أرادت الموسوعة أن توثق تلك اللحظة من صدور رجالاتها وعلى مقربة من فضاءاتها وتحت عين زمانها كي لا ندع فرصة أو مجالا لأهواء أعدائها بنسج ما يريدون من تشويهات وأباطيل ضالة مضللة لا شك أن حدثا كهذا أولى بالتوثيق والتدوين والحفظ ولعله الحدث الأهم في حياة العراقيين أقول في حياة لأنها حقا لحظة أدل الحياة بأسرها لحظة صادمة بين أن نحيا بين أن يحيى الإنسان كما شاءت له إرادة بارئه حرا كريما أو يموت ليولد فتموت دولة الخرافة إلى غير ذي رجعة لقد بدت الحياة واختذاك جحيما والبلاد مهددة بالإنقراض وتغلغل السواد في فضاءاتها فضلما حتى سدت المنافذ حتى سدت منافذ الأمل والصبر أوكادت والفساد قد استشرى أوكاد والحق قد خضع واستخذى والشر أبدى ناجذيه بقطعان داعش التي خرجت من جحور الأزمان الغابرة ليعتم بها مشهد الحياة حتى إذا استيأس الأهل وظنوا أنهم قد خذلوا وتركوا جاءهم الأمل وتجلى لهم بسليل البشير النذير سيد النجف ليقول ها أوم اقرأوا كتابي فيحمل العراق كل العراق في سفينة الفتوى ويستنقذه من طوفان ذلك الزمن لما تزل أيها الأخوة صور تدافع العراقيين على مقرات التطوع راسخة في الأثهان وتزاحمهم حول قاطرات النقل كأنما يتزاحمون على عين ماء في صحراء وسوقهم إلى خط النار كأنما يساقون إلى الجنة زمرا يتسابقون للوصول إلى خط التماس مع داعش كأنما هم على موعد مع خزنة الجنان ليقولوا لهم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وما هي إلا لحظة ولاء وانتماء زفت بها غرر الشباب حتى انجلت الغمة وقطف العراق أطايب التحرير من غرس الفتوى ومن نمير معينها أسال الحياة وظل علينا الآن أن نفي حق الفتوى وصاحبها ونوثق سيرا من نفروا خفافاً وثقالا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم وندون التضحيات ونصونها بقفص من الضلوع في هذه الموسوعة وفي ندوات ومهرجانات ومؤتمرات كهذه ومن أولى إمارات الوفاء لهم أن ننشر في الآفاق تضحياتهم ونخلد ذكرهم ذلك التأريخ ذلك أن التأريخ حديثاً ومعاصراً من فك يسوق لنا أسماء أجنبية كنماذج للبطل المخلص أو المواطن المخلص مع أن تلك الأسماء لا يجمعها وإيانا جامع عقائدي أو مذهبي أو ديني ما زلنا ننتظر تلك اللحظة التي ترنو فيها أنظار أبناء جلدتنا إلى أنفسهم وتهفو أسماعهم إلى صدى تلك القصص التي لو عرفها الإنسان الآخر لهفا لجرسها سمعه ولتعلقها شغافاً وها نحن أمام نماذج عديدة لفتية وشباب وكهول لا يستطيع من يسمع سيارها إلا أن يكبر فيها حبها لوطنها وولاءها لدينها واستبسالها خذوا أمثلة خذوا أمثلة لكهول ما أرادوا أن يفهموا وهم الألسق بفهم كل ما يصدر عن الحاضنة الدينية لم يسلموا لنص الفتوى وعنوانها الكفائي فهرعوا مع أبنائهم تاركين الديارة خالية إلا من نسوة لا تقل فهماً وإيماناً عنهم خذوا أمثلة لفتية آمنوا بالفتوى وزادهم الله هدى غيروا في وثائقهم وأعمارهم الطرية واستبدلوا صورهم الغضة التي لم تشهد رتوشاً للحى أو شوارب بأخرى بصبر أخرى مش روربة أو ملتحية لا لشيء إلا ليكونوا في صميم من تشملهم الفتوى بالوجوب وليست هي بواجبة ونماذج أخرى لشبيبة لم يرضخوا وهم على مقصلة داعش لنزوات التبرؤ من المعتقد والدين والوطن وماتوا على ما عاشوا عليه أنا للتاريخ أن ينظر إلى النماذج هذه نظراً ليس كنظر المخشي عليه ويميز الخبيثة من الطيب وأنا الأوان أن نتحدث عن من أحسن الحسنة وزيادة أبطال فتوى الدفاع عن الأرض والعرض والمقدسات وقبل ذلك وقبل كل ذلك آن لنا أن نجدد العهد لصاحب الفتوى وأن نعطيها حقها من المكانة من خلال الدرس والتأمل وأن نمد أواصر القربة بينها وبين لحظات تاريخية قريبة وبعيدة في سلسلة مؤتمرات فتاوى الدفاع المقدسة وبنسخته هذه بجهد طيب مشترك بين مفاصل العتبة العباسية المقدسة شكراً بل أكثر وأكبر من شكراً للشهداء والجرحى نشكر تلك النوايا الطيبة التي وقفت خلف هذا المشروع العظيم والأفراد والمؤسسات التي آزرتنا نشكر رجالات الموسوعة ونثني على صبرهم وعزيمتهم نشكر الباحثين المشاركين في هذا المهرجان والحاضرين نشكر مفاصل العتبة المقدسة التي احتشدت لتقيم هذا المهرجان ونعول على الإعلام الحر النزيه ليمارس دوره في أن يفي الفتوى وصاحبها حقوقهم وهو جدير للوفاء والله من وراء القز وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر